موسيقى قالت دكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي إن انخفاض معدلات انتشار الفيروس لا يعني التغلب على المرض محذرة مما يسمى الأمان الكاذب أو التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية انخفاض معدل انتشار الفيروس في مملكة البحرين وقلة عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة أو التي تدلقى العلاج وقلة عدد الحالات والوفيات في هذه المرحلة لا يعني التغلب على الفيروس فهو موجود ويجب التحذير هنا من الشعور بالأمان الكاذب وبالتهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي احنا تعودنا عليها من بداية التعامل مع جائحة كوفيد وعدم يكون عندنا الإقبال على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة اللي أثبتت فعاليتها في السيطرة في عدد الحالات المصابة واللي ممكن تدخل العناية المركزة والوفيات حماية والتزام هو هذا يكون شعارنا اللي احنا رددناه على مدة على مدة الأشهر السابقة فالحماية تأتي من الإقبال على أخذ التطعيمات والإقبال على أخذ الجرعة المنشطة في نفس الوقت يجب الاهتمام بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ونجدد التأكيد على أن هذا راح يساعدنا على الانتقال إلى مرحلة الأمان الحقيقي الذي نطمح إليه جميعنا